فإذن هو أزل ولكن هل العهد القديم برضو بعبر ولو بشكل بآخر أنه المسيح هو ابن الله؟ طبعا هناك آيات عديدة نكتفي بذكر واحدة من إشعية بيقول لأنه يولد لنا ولد وأنا بتعجبني هون مش يولد ولد لنا لنا بديش بعزينا الحقيقة هذا الإله ليس الإله الغريب البعيد المتسلط المخيف يولد لنا لألنا إجا لألنا ليفتدينا ونعطى لألنا عطي لألنا ابنا وتكون الرئاسة على كتفه بس هون التميز بالكلمتين ولد وابن الولد اللي هو في الولادة عن طريق القديسة مريم في ملء الزمان في بيت لحم ولد المسيح نعطى ابنا الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع المسيح صرح أنه نزل من السماء يعني مش واضح الكلمات تماما ونرجع نقول الولادة أي الانبثاق من يعني نور الشمس تولد من الشمس والحرارة من الشمس تولد من الشمس من دون لأنجاب ولا فإذا تكلمنا عن ولادة البشرية نتكلم عن إنجاب لكن حين نتكلم عن ولادة بمعنى مجازية يعني فينا بكل بساطة نفهم هالأمور لكن لما إنسان أخي المحبوب أسيس نزار من وقت اللي بيخلق بهالدني في فكر موجود حد عم بيبثلو ياه إنه في ناس مشركين جعلوا من المسيح الله وحاشا وكله إنه يتزوج مريم وإنه ينجب وكفر الذي وكل هالكلام يعني كيف يمكن فهو خلص يعني تفكيره نمط تفكيره نحن لا نشكك بالقدرة العقلية أو الذكائية لا نحكي عن تفكير الديني أو الروحي صار مبرمج إلى أنه يفكر أنه من يؤمن بالمسيح كابن الله يعني هو بالضرورة عم ينصب لأله الأمور التجانسية يا أخي نخرج خارجها شوي يعني وهذه أمور عولجت على مدى مئات السنين كمان يعني كيف فهم اليهود هذا التعبير في أيام المسيح أو أنت إنسان هيك بقوله ليسوح تجعل من نفسك إلها ليه لسنا نرجمك من أجل عمل الحسن بل وأنت إنسان تجعل نفسك إلها يعني فهم كلمة ابن الله أنه إله تمام هم قال لهم أنا إله وقال لهم أنا ابن الله قال لهم خلاص بك عكل حال المسيح فيه تهمتين صلب لأجله إن حاولوا يرجموه من قبل ما زابطت لأنه قال أنا ابن الله معادل نفسه بالله بيحنى خمسة ويحنى عشرة لكن هناك تهمتين المسيح صلب لأجلهم لأنه اعتبر أنه جدف مرة حين قال أنا ابن الله أنت ابن العلي قال له نعم قال خلاص ما بقد نشهود شقة بس في واحدة تانية رح نتأمل فيها بحلقة أخرى لما قال له أنا ابن الإنسان قالوا جدف ليه طيب وربما هناك لغة أكتر حول ما معنى ابن الإنسان من ما هو ما معنى ابن الله هو بتهمتين رجال الدين عباقرة الإيمان المحكم الدينية أعلى محكم شرعية دينية في ذاك الوقت لما قال له أنا ابن الإنسان اعتبروه جدف وجعل من نفسه إله لما قال أنا ابن الله اعتبروه جدف وجعل من نفسه إله فلو كان ابن الإنسان يعني أنا إنسان مثلي مثلك وابن الله كلنا أولاد الله وين التجديف في الموضوع ليش فهموا الأمر كذلك لأنه الفكر اليهودي يفهم أنه ابن شخص ما يحمل طبيعته ابن شعبي يعني شعبي ابن صيون يعني شعب صيون ابن الله يعني الله وابن الإنسان أمر آخر في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة